تولي الدولة اهتماما خاصا بمحصول القطن كمحصول استراتيجي مهم حيث تعمل القيادة السياسية على تشجيع الفلاحين للتوسع في زراعته من خلال توفير مستلزمات الانتاج اللازمة مما يضمن زيادة الانتاجية وتحسين جودة القطن وهناك جهود ملحوظة لتطوير مصنع الغزل والنسيج مما يظهر التزام الدولة بعودة القطن إلى مكانتها العالمية في مشهد يزخر بالحيوية تنبدأ أراضي محافظة الغربية بفرحة مزارعيها الذين يستعدون لحصاد محصول القطن المعروف بالذهب الأبيض وتبدأ رحلة زراعة القطن في مارس وتمتد حتى نوفمبر حيث تتطلب هذه العملية شغفا وجهدا مدنيا من الحرس ومكافحة الحشائش زرعة القطن عندنا هي الأساس وزرعة الرز فعندنا نزرع القطن في آخر مارس آخر شهر ثلاثة بنستمر في الزراعة لحد خمسة فاللي بيزرع بدري بيجمع كتير عن اللي بيزرع متأخر وبنجمع من آخر تسعة لحد أول حداشر بدري النقل القطن ونزبطه وما نشغل غيره على طول نصفح لحد المغرب بنشتغل في القطن والنقل الحشائش اللي فيه ونقاشه ونعمل كل حاجة في حلوة ومع حلول منتصف سبتمبر يخرج الفلاحون إلى حقولهم مشاكلين لوحة جماعية تجسد التعاون وروح العمل الجماعي لجمع المحصول بحماس مستذكرين تراثا ثقافيا عريقا يرتبط بالأرض والجهود المشتركة في مشهد لا يعكس فقط قيمة القطن الاقتصادية بل أيضا الروابط الاجتماعية العميقة التي تجمع الفلاحين بنزرع القطن من شهر ثلاثة لحد شهر خمسة هو زرعة بنستناها من السنة للسنة وأول حاجة هي زرعة مكلفة علينا كفلاحين من بداية حط البذرة في الأرض إلى نهاية المحصول بتكلفنا رش والتنقش في الأرض وتدبيق وكل خدمة بيحتاجها القطن بنعملها له الدولة من جانبها تول اهتماما خاصا لهذا المحصول الاستراتيجي فتعمل القيادة السياسية على تشجيع الفلاحين للتوسع في زراعته من خلال توفير مستلزمات الانتاج اللازمة مثل البزور المعتملة والأسمدة مما يضمن زيادة الانتاجية وتحسين جودة القطن موجودين في مساحة قطن فيه يوم جاني النهاردة عند المزرعين ويوم سعيد جدا 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 والقطن ما شاء الله الحمد لله ربنا يراد الجميع يا رب طبعا محصول القطن كلنا بنعرف اهميته الاقتصادية للدولة وللمزارع كلنا ده من بعده بنقول ان محصول القطن محصول زراعي تجاري السماعي هذا المحصول بنقدر نقول عليه او سلسلة التصنيع بتاعته نقدر نقوله في مصر سلسلة مكتملة ويمكن دي من المزايا النسبية اللي موجودة في مصر خاصة ان الدولة في الفترة الاخيرة بدأت تهتم بهذا المحصول اهتمام نوعي جدا وبدأت تعمل عملية تطوير لصناعة الغزل والنسيج بهدف استيعاد انتاجنا المحل وفي هذا الاطار تم تحديد حد ادنى لأسعار القطن حيث يبدأ المزاد باثني عشر الف جنيه للقنطار مما يوفر حوافز مالية للفلاحين ويعزز من استدامة الزراعة القطن كما ان هناك جهودا ملحوظة لتطوير مصانع الغزل والنسيج مما يظهر التزام الدولة بعودة القطن الى مكانته العالمية بنتابع هنا في سامول في المحلة الكبرى عمليات جني القطن النهاردة وده يوم يعني بيشكل فرحة كبيرة جدا للفلاح لانه بيستنى من السنة للسنة بيقدر يزود الدخل بتاعه بيقدر انه هو يحصل على دخل يقضي باحتياجاته واحتياجات اولاده فبالتالي القطن بالنسبة للمزارع مهم جدا جدا احنا مع المزارع من قبل الزراعة نتبهز الارض وناوي يزرع قطن فبنبدأ نتكلم معها من قبل ما يزرع مراحل الزراعة كلها تخطيط ومسافات زراعة نجب بزرية امنيان والمعاملات الزراعية الحاد الجاني مع كل قنطار يجمع يظل الامل معقودا على المستقبل حيث يعيد الذهب الابيض وإحياء القطاع الزراعية ويؤكد على اهمية الزراعة كعصب اقتصادي رئيسي للبلاد